ترجمة نانسي قنقر يمثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب بقدرة الشباب لاستثمار طاقاتهم الإبداعية في دعم التنمية المستدامة البرنامج التلفزيوني الأول من نوعه برنامج بيبان هو منصة استثمارية فريدة يتشارك بها القطاعان العام والخاص بتعاون خليجي وإقليمي بناء كما يعد البرنامج الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي يلقى دعما واهتماما كبيرا في مملكة البحرين لما يلعبه من دور محوري في تطوير فرص الاستثمار ودعم المواهب الوطنية الطموحة إذ يعد فوز برنامج بيبان بجائزة الكويت للإبداع خلال ملتقى الإعلام العربي نتيجة تلخص ما حظي به البرنامج من اهتمام ومتابعة كبيرين على المستوى الخليجي والعربي المتابعة المستمرة من قبل سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عملت على دعم وتسجيع جميع الطواقم العاملة على البرنامج حتى قدموا أفضل ما لديهم من أفكار بناءة وخبرات ما أكسب البرنامج ثقة كبيرة لدى رواد الأعمال والمستثمرين ليعمل على خلق الفرص النوعية وإتاحة الأمل أمام الشباب البحريني والخليجي للنهض بأفكارهم وتطوير أعمالهم بكل شجاعة وتميز برنامج بيبان عمل بكل جد واجتهاد خلال مواسمه السابقة لتجسيد الأمل لرواد الأعمال الواعدين من خلال تيسير فرص الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص وتزويدهم بالموارد والدعم اللازمين لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الإقليمي ما شكل حاضنة فريدة لأصحاب الرؤى والفكر المستقبلي المبادرين برحلاتهم الريادية تمكنهم بكل سهولة لاغتنام الفرص والعمل الدؤوب لتحقيق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر